صباح الخير مشاهدين الكرام مرحبا بكم معنا في نشرة الجوية نقدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر إذن أجواء حارة سيكون ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على كامل ولاياتنا الغربية والوسطى اليوم حتى غضوة إن شاء الله تلتحق موجة الحرب بالمناطق الشرقية بدءا من نهار الجمعة إن شاء الله نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاستناعي تضحنا الصفة واستقرار على معظم ولاياتنا الشمالية والجنوبية حركة الرياح نهار اليوم إن شاء الله الرياح تلحق سرعتها 30 كم في الساعة على كامل ولايات الشمالية لكن ممكن سجله حوالي 40 كم في الساعة على الولايات الجنوبية الوضعية الجوبية التي توقعها خلال ظاهرة اليوم إن شاء الله اليوم في الظاهرة الحالة سيكون مستقر على العموم ستكون شميسة لكن ستكون سخانة على كامل ولاياتنا الغربية والوسطى خاصة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى تتشكل سحب تكون بدون فعالية يعني ما راح تطينا أمطار على السواحل الشرقية حتى على المرتفعات الداخلية الغربية بالجنوب اليوم في الظاهرة الحال حيكون شوية مغيمة حتكون رعود على طامن راس إليزي جانت حتى على عينقزام وبرج بجي مختار لكن حيبقى الحال الشباب حتكون شميسة على العموم على باقي المناطق الجنوبية مع شوية العجاج دايما حيبقى على بشة روتين دوفعين الصالح حتى على ورق لحسن مسعود والوادي درجات الحرارة لنسجلها خلال ظاهرة اليوم إن شاء الله رايحة تلحق بإذن الله حوالي 34 درجة على البيض سيلي الشيخ بقتب البيض حتى على النعامة ومشرية نسجل 37 درجة على سيارة ورجل فا 34 درجة على الجزائر العاصمة 32 درجة تلحق على عنابة 31 درجة على وهران 33 درجة على تمسان معسكر نسجل 38 درجة على قلمة 35 درجة على استفق سنتينا 32 درجة على باتنا تلحق 45 درجة على عين سلاح 43 درجة على رجان تيميمون وأدرار حتى على حسن مونير بتين دوف و44 درجة نسجلها على إليزي جانات وعين جزان اليوم إن شاء الله الحالة رح يكون مستقر على العموم الأجواء الصفية هذا على كامل ولاياتنا الوسطى والشرقية الحالة سيكون شوية مغيم على المناطق الغربية حتى على إليزي جانات وتمع نرس لكن احتبقى الأجواء الصفية على تين دوف بشار أدرار عين سالحة على غردايا ورجل حسن مسعود الوادي ومنطقة عين جزان درجات الحرارة لنسجلها اليوم إن شاء الله رايحة تلحق بإذن الله 29 درجة على عين سلاح والدرار حتى على إليزي وجانات نسجل 25 درجة على تين دوف 30 درجة على منطقة عين جزان 19 درجة على البيض نعامة مشرية وبتنة حتى على قلمة نسجل 23 درجة بالجزائر العاصمة 21 درجة على تلمسان ومعسكر 22 درجة على وهران و21 درجة على عنابة حالة البحرنها اليوم إن شاء الله البحر سيكون قليل الإطراب على كامل السواحل الوطني الرياحة ستكون شرقية للشمالية شرقية وتلحق سرعتها 30 كم في الساعة للسواحل الغربية ورسطة لكن ستكون متغيرة الإتيجاب وما تتعدى سرعة الرياح 25 كم في الساعة بالسواحل الشرقية علوم موجة إن شاء الله اليوم راح يلحق حوالي متر على كامل السواحل الوطنية والرؤية ستكون حسنة لختم نرشتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لحوال التقصيد هيرت وليلة اليوم والله أعلم نشكركم على المتابعة في يمان الله ترجمة نانسي قنقر